نسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع منا تفضل يمنون شكرا ليكي باسانت أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأشهد الرئيس السيسي خلال الاتصال بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمري خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهة النظر في ظل التحديات المشتركة التي توجه البلدين كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسستها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات والعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر من جانبه ثمن رئيس الوزراء البريطاني الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا والزخمة الملموسة الذي تشهده العلاقات بين البلدين لسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا معربا عن التطلع لتعبيق وتطوير أفاق التعاون المشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانوال مكران مؤكدا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعة القومية العملاقة من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإشارة إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية وذلك بما يضمن توافر السلع من المواطنين على مدار الفترة المقبلة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها تحقيقا من ضباطها ومنعا لأي ممارسة احتكارية أو محاولة لإخفاء وتخزين السلع وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها فضلا عن توفر أرصد آمنة ومطمئنة من السلع حث الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي الدول الغربية على تجديد العقوبات سريعا ضد روسيا بما يشمل حضر النفط وقال زيلنسكي في كلمته للشعب الأوكراني أن الغربة أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات وهو ما أعقبه الهجوم الروسي مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تكون فعالة وجادة بالنظر إلى أفعال روسيا أبدا أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يتراجع عن إشارته إلى وجوب مغادرة الرئيس الروسي فولاديمير بوتين السلطة وشدد بايدن على أن تصريحه بشأن بوتين كان مبنيا على شعور شخصي بالغضب للسياسة في الوقت نفسه قال بايدن أن بلاده سترد إذا استخدم بوتين أسلحة كيمائية في أوكرانيا مشيرا إلى أن أي لقاء مع بوتين يعتمد على ما يريد التحدث بشأنه أجرت حاملة الطائرات الأمريكية يو أس أسترومان منوارات مشتركة وسط البحر المتوسط مع حاملات طائرات فرنسية وإيطالية وقال وزير البحرية الأمريكي كارلوس ديل تورو أن المنورات تهدف إلى بناء إمكانية التشغيل البيني مع قوات حلف شمال الأطلنطي النيتو جوا وتقديم دعم بشكل مباشر لمهام القوات الجوية للحلف على جناح أوروبا الشرقية وتقلع الطائرات الأمريكية من البحر الأدرياتيكي والأيوني وبحر إيجا وتقوم بدوريات على الحدود الرومانية مع أوكرانيا أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن الجيش ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبثة بالبلاد جاءت تصريحة سعيد خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي بقصر قرطاج وأكد سعيد على وحدة الدولة وعلى أن المساس بوحدتها هو مساس بأمنها وبأمن الشعب التونسي من ناحية أخرى شدد سعيد على أن الاجتماع الافتراضي الذي عقده مكتب البرلمان المجمد أعماله هو اجتماع غير قانوني نظرا لأن أعمال مكتب المجلس مجمدة كالبرلمان وختاما يحل المنتخب الوطني اليوم ضيفا على نظيره السنغالي في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 ويدخل منتخب الفراعين اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف ليصبح المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفرق هدف مع هزي شباكي أسود التيرانجا من أجل ضمان التأهول إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني ختم مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل